تسير سلطنة عمان بخطوات واضحة لتعزيز العلاقات الخارجية في محيطها الخليجي والإقليمي والعالمي فمثل ما حملت سفن السلطنة منذ زمن بعيد ما جدت به أرض عمان من خيرات ها هو حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم من طارق سلطان عمان الشقيقة ربان السفينة التي تحمل الودة والسلام إلى شعوب العالم حرصت السياسة الخارجية العمانية على تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع الأشقاء ومن منطلق وحدة المصير حظيت العلاقات الخليجية باهتمام بالغ من قبل سلطان عمان وهو الأمر الذي انساب من خلال المشاركات والزيارات المشتركة لقادة الدول علاوة على الاتفاقيات ومجالس التنسيق والتعاون المشتركة التي أسهمت في تعزيز الأسس الأخوية للانطلاق لآفاق أرحب من التعاون في البيت الخليجي الواحد سلطان عمان أكد دائما دعم سلطنة عمان لجامعة الدول العربية حيث أن الدعم يأتي من خلال التعاون مع الأشقاء زعماء الدول العربية لتحقيق أهداف جامعة الدول العربية والرقي بحياة المواطنين والنأي بالمنطقة العربية عن الصراعات والخلافات والعمل على تحقيق تكامل اقتصادي يخدم تطلعات الشعوب العربية وعلى صعيد العلاقات الدولية يؤكد نهج السلطنة على جملة من الثوابت القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات وتؤكد عمان بشكل جلي مواصلة دورها كعضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة محترمة لمثاقها تحقيقا للسلم والأمن الدوليين عهد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة إشراقة عمانية تجاه المستقبل فبالحنكة والدبلوماسية المتزنة والمواقف المدروسة التي تقدم مصالح الشعوب ورخائها وزهارها تبحر عمان وربانها داعينا للسلام والتواصل والتقارب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر